والاتزان التنظيم والاتزان هذا التنظيم والاتزان لازم تتجمع فيه مجموعة من الأجهزة الموجودة داخل جسم الإنسان عشان تتعاون على أساس أنه توصل لهذا التنظيم كيف يعني مقصود بعملية التنظيم خلني أسوي لكم مثال 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 وش هو المثال أيوة شوفوا أنا بسوي لكم حاجة اللي هو مثل النشاط البسيط أنتوا تابعوا وياي زين ومن خلال هذا النشاط بعدين بسترسل في المعلومات وبشرح لكم وش يعني تنظيم وش يعني اتزان أو وش معنى المعلومات المرتبطة فيها شوفوا كلكم اللي موجودين هناك طلاب طالبات أولياء أمور شاركون معلمين أيحد موجود اللي هو يشاركني في الشي اللي أنا بسوي بنستخدم أيادين الثنتين بنستخدم أيادين الثنتين وش اللي بيصير اللي بيصير أني أنا بقول لك مثلا أرفع عيدك فأنت لازم ترفع إذا قلت لك أرفع عيدك وكنت نزلت أنت خسران ها أوكي هي لعبة بسيطة عشان نشاط وكذا لأنه مقترقات تو يلا أول شيء يا دينا سيدة أيوة عادي لا تستعوه حتى أولياء الأمور أيوة عادي عادي يلا خلوا أيدكم سيدة أنا بسوي كذا نزين يلا يوم بقولكم شيء أنتوا نفذوه تمام يلا واحد اثنين ثلاثة أرفع عيدك فوق لا تغشوا مني نزل عيدك تحت أكي أرفع فوق أرفع فوق آه خسرت في منكم نزل شفتكم مرة ثانية ركزوا ركزوا إياي يلا مرة ثانية محطي إيدنا سيدة أوكي يلا نزل إيدك تحت فوق تحت تحت آه خدعتكم أنتوا لا تمشوا على إيدي أنا أنتوا ركزوا إياي بالصوت استمع لي أنا وش أقول لك وأنت سوي مثلي أسويها مرة ثانية لا خلاص خلال أنتوا خسرانين أنا فأعيز زين تعالوا شو نحل الشيء اللي أنتوا سويتو والشيء اللي أنا سويتو معاكم أنتوا كنتوا تتلقوا أشياء أو معلومات عن طريق الأذن صح ولا لا وين تروح هذه المعلومات على أساس أن يتم تحليلها تروح للدماغ ممتاز حلو الدماغ أو ما يسمى الجهاز العصبي المركزي تمام وش يستوي هناك في الجهاز العصبي المركزي يفكر ويفكر ويطبخ المعلومات أيوة الأستاذ دوه قال أرفع إيدك فبيعطيني أوامر هذا الدماغ للعضلات على أساس أنها تنقبض وتؤدي إلى رفع اليدين إلى العلى يوم بتسمع أني أنا أقول لك نزل إيدك فأنت بتنزل إيدك من اللي أعطاك الأمر أنك أنت تنزل إيدك؟ الدماغ لكن من استقبل المعلومة أني أنا طلبت منك أنك تنزل اليد أو ترفع اليد اللي هي عبارة عن الأذن إذن معناه هذا التنظيم اللي موجود داخل الجسم أو التنظيم أو الفعل اللي أنت سويته اعتماداً على ماذا؟ اعتماداً على منبه اعتماداً على معلومة جبتها من البيئة المحيطة اللي هو من التلفزيون أو من اليوتيوب نزين وش سويت فيها هذه المعلومة أنت؟ حاولت أنك أنت تتكيف معها أو حاولت تعطيني ردة فعل ردة الفعل هذه عبارة عن وشياء ما رفعت إيدك فوق ولا نزلت إيدك تحت فأنت استقبلت المعلومة عن طريق الأذن حللت هذه المعلومة عن طريق اللي هو الجهاز العصبي وبعدين أعطيت الأوامر أو الاستجابة بحيث أنك أنت ترفع يدك فوق أو تنزلها تحت يعني معناه التنظيم والاتزان اللي موجود عندي بيكون بالشكل التالي عندنا حاجة تسمى اللي هو عبارة عن مستقبلات في حاجة عندنا تسمى مستقبلات مستقبلات هذه المستقبلات وش تسوي؟ هذه المستقبلات وش تسوي؟ هذه المستقبلات تستقبل المعلومات أو التغيرات اللي تصير داخل البيئة المحيطة تمام بعد ما تروح هذه المستقبلات داخل اللي هو بتستقبلها الأذن ما يصير؟ ما يصير؟ وبتتم عملية تحليلها أو بتم عملية برمجتها أو بتم عملية التعرف على الاستجابة المناسبة لها صح أو لا؟ فتروح هذه المستقبلات وبتنقل المعلومات لحاجة معينة و مشو هي هذه الحاجة؟ اللي هي عبارة نقدر نقول التنظيم أو عضو التنظيم عضو التنظيم عضو التنظيم عضو التنظيم هذا وش اللي بيصير فيه لو تكون الشاشة واضحة تحت بيكون أفضل عشان يتابعوا معي الطلاب الذي هو لدينا مستقبلات عندنا عضو التنظيم عندنا حاجة ثانية اللي هي عبارة عن أعضاء الاستجابة أعضاء الاستجابة إذن نрسمها نكتباه هنا أعضاء الاستجابة أعضاء الاستجابة إذن أكيد اللي صاير شو؟ اللي صاير أنه عندنا إحنا مستقبلات عضو التنظيم وأعضاء الاستجابة تعبتو؟ تريد أن تذهب وفاصل أو نستمر؟ أنا قلت بنشطكم في البداية بس شكلها الشاشة شوية معنده وياي اليوم ما رأيها تطلع على التلفزيون على الشاشة ثواني بتطلع لكم إن شاء الله أيوة طلعت سمعت كلامي يشوفوا كيف صار عندها تنظيم استقبلة المعلومات طلعت وخروجها لكم بهذا الشكل اللي هي عبارة عن الاستجابة إذن عندنا مستقبلات تستقبل المعلومة عضو تنظيم يعني يعمل على عملية اللي هو تحليل هذه البيانات اللي استقبلها المستقبل وبعدين أعضاء الاستجابة تستجيب لهذا التغير نزيل حبة حبة خللنا نأخذها المستقبلات هي عبارة عن أنواع وش اللي موجودة عندنا اللي هي عبارة عن الحواس الخمس اللي هي عبارة عن الحواس الخمس منهم ما هذه للحواس الخمس اللي هي عبارة عن الأذن صح؟ الأذن اللي أنتوا استخدمتوها قبل شوية على أساس أنها تستقبل المعلومات نزين بعدين اللي هو عبارة عن العين صح ولا لا أعضاء الإحساس تستقبل الإضاءة لما أنا خدعت كم نزلت إيدي تحت وانت رفعت فوق كنتوا تستقبلوا إشارات من وين من الأذن عن طريق الصوت وكذلك من العين برؤيتي على الشاشة ممكن هو عن طريق الجلد اللي هي عبارة عن اللمس ممكن يكون عن طريق اللسان أو ممكن يكون عن طريق الأنف يعني هذه المستقبلات تستقبل المؤثرات الخارجية تكون متصلة بوين موجودة تكون موجودة في أعضاء الإحساس الخمس نزين لما بتستقبل المؤثر الخارجي وش بتسوي بتنقله وين بيروح بيروح عشان تتم عملية معالجته عشان تتم عملية اللي هو إعطاء الاستجابة المناسبة لهذه المعلومة اللي جايتني وين بتتم عملية التحليل نسمي عملية التحليل هو عضو التنظيم لكن ممكن نسميه شيء ثاني ممكن هذا عضو التنظيم اللي هنا شنسمي شنسمي أي لون أختار لكم أي لون أختار لكم خل نختار هذا اللون عضو التنظيم إذن ممكن نقول اللي هو عبارة عن الدماغ صح؟ اللي هو يحلل المعلومات ممكن نقول حاجة ثانية ممكن نقول اللي هو عبارة عن الحبل الشوكي وش هو الحبل الشوكي؟ هو اللي موجود داخل العمود الفقري هذه الثنين مع بعضهم البعض الدماغ والحبل الشوكي هذه لهم اسم خاص وش أسميهم؟ أسميهم الجهاز الجهاز العصبي المركزي وبعد شوية أشوف وش يعني جهاز عصبي مركزي وش أموره إذن الحين أنا وش أسوي كنت في المرة شوية شوية أتدرج في المعلومات عرفنا المستقبلات موجودة وين في الحواسل الخمس لأنها تستقبل المؤثرات الخارجية ومؤثرات الخارجية ممكن تكون صوت ممكن تكون رائحة ممكن تكون طعم ممكن يكون ضوء عن طريق العيون نشوفها أو ممكن يكون له حرارة ألم برودة أو أي إن كان زين هذه المستقبلات لما تستقبل هذا الشيء وين توصله وين تشل تشل المكان اللي يصير فيه عملية المعالجة يسمى الجهاز العصبي المركزي اللي ينقسم لشيين ينقسم إلى الدماء أو الحبل الشوكي يعني عنده نوعين منه أو مثالين أعضاء الاستجابة وش يعني أعضاء الاستجابة أعضاء الاستجابة أيوة الشيء اللي بيتلقى المعلومات من الدماغ وبيترجمها لردة فعل وش هذه الأشياء اللي تساعد على حركة الجسم العضلات يا أخي والله أنكم أنتم ممتازين إذن من بين أعضاء الاستجابة اللي هي عبارة عن العضلات وحاجة ثانية ممكن أيضاً اللي هو تكون من بين الاستجابة أنا لو جبت لكم توبرياني وكبسة ودجاج ولحم وصفيتهم كذا مثل هذاك من اسمه في واحد يا أخي دائماً أشوف المقاطع ماله من تشرف هذه الفترة واحد تركي أظنني اللي هو شيف تركي كذا وعندنا شيف ثاني بعد عمانين وايدي ما شاء الله يعرفوا يطبخوا اللي هو مثل الشيف عيسى المهم هذا يوم بتشوف الأكل ذاك اللي يطبخوا وعاد لا يوم يضبطوا في الإعلانات يطلع لك ذاك البخار ويطلع لك ذاك أنت وش يستوي عندك أنت هنا مرة اللعاب يسيل داخل فمك هذا سيلان اللعاب بواسطة الغدة اللعابية أحد أنواع الاستجابة لأنك انت شفت الطعام قمت اللي هو هذاك شسمه لعاب يجمع داخل فمك هذاك اللعاب هو عبارة عن أحد الاستجابات إذن ممكن تكون أعضاء الاستجابة أعضلات ممكن تكون أيضاً اللي هو عبارة عن غدد تمام لكن أنا أبغى أعرف الحين وش هو الشي هذا اللي فاضي وما عنده شغله وجالس بس ينقل هذه المعلومات من مكان إلى آخر ينقلك يعني المعلومات من المستقبل إلى عضو التنظيم اللي هو الجهاز العصبي ومن عضو التنظيم ينقلها إلى الاستجابة وش هم هذين الفاضين اللي موجودين وشغالين على هذا الشيء وش هم وش هم نشوفها بعد شوية كيف نشوفها؟ تعالوا أنا أعرض لكم هذا نشوف هذا اللي هنا كامل الشاشة كذا أيوة واضحة شوفوا هذه اللي موجودة هنا شايفين هذه اللي هو مثل الشرارة تمشي مثل الشرارة هذه هي عبارة عن المعلومات اللي كنت أتكلم عنها قبل شوية اللي هو يمكن معلومة لغز مثلا ممكن حرارة ممكن برودة ممكن لما تمشيها في أدوس غرشة ولا شيء اللي هو تحس بألم هذاك الألم شوفوا كيف ينتقل ينتقل كأنه شرارة تنتقل في أماكن داخل هذه الوايرات هذه وايرات؟ لا 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 ما وايرات هذه هذه عبارة عن هي الشيء الصغير البسيط اللي ينقل المعلومات من المستقبلات إلى مكان تحليل المعلومات إلى بعدين عضو الاستجابة وش اسم ذا الشيء؟ وش اسم ذا الشيء؟ ممتازين اسمه خلية عصبية خلية عصبية خلنا نشوف شكلها زيادة يا خلية يا حلوة واو حلوة هذه الخلية شوفوا كيف الخلية مثل عصلة شوفوا تمسك العصلة كذا أو مثل الخيزران شوفوا أشكالها كيف سبحان الله دائرة هنا وفيها واي التفرعات فيها مثل الرأس لا شوفوا مثل الرأس وبعدين فيها اللي هو عبارة عن حاجة طويلة 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 حبيبات مع بعضها وبعدين فيها شيء كذا عبارة عن نهايات طرفية أو شيء في النهاية شوف كيف هذه يعني معناها اللي تساعد على عملية انتقال المعلومات آها أوكي خلينا شوف شيء ثاني وين بيدخلني ذاته وين بيوديني أو يا راويني الشيء الداخل لحظة 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 هذا الشكل أنا أعرفه هذا مثل كأنه عبارة عن الخلايا العادية الخلايا العادية ما الخلايا الجسم اللي هو يسمى الخلايا الحيوانية مثلا أو حتى الخلايا النباتية فيها شيء تحكم فيها ويش هذا الشيء اللي يتحكم فيها النواة ممتازين اللي هو عبارة عن النواة شوف فيها مثل النواة هنا وبعدين فيها شيء طويل وفيها كذا حلوة زين ويش رايكم نثبت عليها ونشوف اللي هو بعدين الأسماء يلا ويش رايكم نكتب الأسماء عليها عشان نعرف هذي وش اسمها وذيك وش اسمها ونعرف فحبة حبة كيف نكتب كيف نكتب نضغط بالأصبع هنا ونسوي هذا الشيء كذا واضحة عندكم؟ نظني واضحة لا؟ نزين يلا بسم الله إذا استخدم اللون الأحمر واضح؟ أيوة أبو الوضوح بعد ما واضح ولا أقول خلنا نستخدم الأصفر؟ أيوة هذا هو اللون المطلوب نزين شوفوا هذه القطعة اللي باللون هذه اللي داخل هنا اللي داخل اللي داخل أنا ويش سميتها توني؟ سميتها اللي هو عبارة عن نواة نواة هذه عبارة عن نواة نواة عاد روح الخط دامر زاد عدتو زاد لحظة أكتبها مرة ثانية بعطيه آخر محاولة إذا صار صار إذا ما صار بنكسل الأوردر جاي برسمة ثانية إذن هنا بنسويه شو؟ بنسميها نواة سيري لاب لاب شنتين ذليني هنا نزين تعال نرجع هنا للرسمات اللي هنا وين هذا الرسمة؟ هذه 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 اللي تريحك هذه اللي مضبوطة ما تتحرك واضحة كذا في الشكل لا؟ زين يرى هذه أنا بسوي المسميات اللي عليها طبعا هذه ويش اسمها؟ ويش اسمها؟ يسموها خلية عصبية ويوم يدلعوها يسموها عصبون عصبون هي یہ عصبون خلية عصبية أو عصبون يعني تعرفوش أنا عصبون أو عصبونات يعني أول جمع وخلية عصبية يعني مفرد المهم دم ن AMYix مع مع الشجيرات العصبية الخلية العصبية الثانية تسمى ماذا؟ منطقة التلاقي ما بينهم منطقة التلاقي ما بينهم هذه تسمى التشابك العصبي التشابك العصبي التشابك العصبي يعني ترتبط الخلايا العصبية مع بعضها البعض عن طريق التشابك العصبي لكن انتبهوا ترى ما متلامسات ما متلامسات شوية بعاد عن بعضها البعض عشان كذا عملية انتقال السيال العصبي بينهم ما يكون بالإشارة الكهربائية لأن الواير من قطع لا لو كان سلك واحد الكهرباء بتمشي لكن هو ما سلك واحد هو بينهم فراغ إذن معناها تتدخل عندنا مواد كيميائية مواد كيميائية عشان تنقل ما بين الخلية العصبية الأولى إلى الخلية العصبية الثانية إذن التشابك العصبي آلية انتقال المعلومات فيه آلية انتقال المعلومات اللي فيه بتكون عن طريق اللي هو عبارة عن مواد كيميائية أو خلينا نسميها مواد كيميائية أو شكل كيميائي آه راح تخلاص مواد كيميائية أو بطريقة كيميائية يعني معناه المعلومات في الخلية العصبية الوحدة تنتقل على شكل إشارات كهربائية لما تبغى تنتقل من خلية عصبية أولى إلى خلية عصبية ثانية تكون على شكل كيميائي بشكل مادة كيميائية تفرز ما بينهم وش اسم اللي هو الترابط ما بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى اسمه تشابك عصبي ممتازين حلو نزيل اللحظة من بيكون أسرع في الانتقال المعلومات اللي تدخل تنتقل في خلية عصبية وحدة واللي تنتقل بين خليتين عصبيتين أكيد ما بين خلية عصبية وحدة لأن فيها انتقال السيال أو المعلومات على شكل إشارة كهربائية يعني حاجة كهربائية شحنات كهربائية لكن بين التشابك العصبي يعني بين خلية وخلية ثانية تكون عبارة عن مواد كيميائية مواد كيميائية استاذ قصدك هرمونات لا 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 تخبصوا الدنيا هذا غير أوكي خلاص بفسر لكم واش يعني هرمونات الحين في عندنا اللي هو نوعين من الأجهزة اللي موجودة داخل جسم في جهاز مرة سريع في الاستجابة لما تلمس شيء ساخن على طول ترفع ايدك ردة فعل سريعة جدا لما تكون لما يكون اللي هو شسمه مثلا تمشي بأي مكان أو يوجعك حاجة أو ألم يكون عندك على طول تجيك استجابة أن تبعد نفسك عن موطن هذا الألم من اللي يعطيك هذه المعلومات الجهاز العصبي فيه يعني استاذ جهاز ثاني يسوي هذا الشيء أيوة لكنه بطيء ليش لأنه يتعامل مع مواد كيميائية بين قوسين نسميه هرمونات لحظة استاذ لقد خبصتنا لم أخبصكم تعالوا شوفوا هنا تعالوا انظروا هنا يالله العظيم أنا في التلفزون لحين لازم أتكلم سيدا المهم هذا تعالوا وين رحتنا تعال لنا تعالوا انسوا ياهنا نصغر ذا نشوفنا إذن التنظيم العصبي إذن عندنا نوعين من التنظيمات العصبية نوعين من التنظيم داخل الجسم تنظيم سريع تنظيم عصبي من اللي ينقل فيه المعلومات الخلية العصبية وعرفنا تركيبها قبل شوية وفيه تنظيم ثاني أيضا ينقل المعلومات داخل الجسم يسمى تنظيم هرموني الجهاز اللي هو المسؤول في الجسم الجهاز المسؤول في الجسم تنظيم عصبي يعني عبارة عن الجهاز الجهاز العصبي حلو الزين التنظيم الهرموني نسميه جهاز هرموني أو نسميه جهاز الغدد الصماء لأن الغدد هي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات فنسميه جهاز جهاز الغدد الصماء حلو سرعة التنظيم بالنسبة للجهاز العصبي سريع جدا سريع جدا صح أو لا؟ لأنه يتعامل بالإشارات العصبية لكن التنظيم الهرموني بطيء كيف هذا يعني بطيء؟ يعني معناه أنت لما تنمو كم سنة تأخذ لما تكبر؟ لأن عملية نموك تعتمد على الجهاز الغدد الصماء في عملية تأثيرها على استطالة العظام لو كان، لو كان، لو كان النمو عن طريق التنظيم العصبي أنت مولود الساعة 11 و 5 ساعة 11 ساعة 11 و 5 مولود الساعة 11 و 6 دقائق أنت طول النخلة أنت طويل إن شاء الله سريع جداً بطيء إن شاء الله فهمتها تكون ننزل؟ آلية التنظيم ليش سريع جداً؟ لأن فيها شيء اسمه إشارة كهربائية إشارة 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 كهربائية لكن إشارة كهربائية وين تكون؟ تكون في الخلية العصبية الواحدة في الخلية العصبية الخلية العصبية الواحدة صح؟ وكيف تكون اللي هو داخل بين خليتين في التشابك العصبي؟ تكون عبارة عن كيميائياً كيميائيا لما تكون بين خليتين عصبيتين صح أن يكون عصبيتين أيها كده صح صحيح أن تكون شوية أبطأ بس ما مثل التنظيم الهرموني اللي يعتمد أكثر شيء على الإفرازات والمواد الكيميائية اللي تسمى هرمونات إذن آلية التنظيم اللي هو عبارة عن مواد كيميائية مواد كيميائية وش نسميها هذه المواد الكيميائية اللي هو عبارة عن هرمونات هرمونات آلية النقل من اللي ينقل اللي هو الإشارات العصبية هنا من اللي ينقل الإشارات العصبية اللي هو اللي يسمى خلية عصبية صح يعني آلية النقل هنا اللي هو عبارة عن الخلية العصبية تمام أما بالنسبة للتنظيم الهرموني من اللي ينقله ينقله الدم عبر ماذا أو هي عبارة عن هرمونات هرمونات تنقل بواسطة الدم عشان كذا بطيئة إذن انتهينا من هذا الموضوع نشوف شي ثاني تعالوا شوف هنا أنا واش قلت لكم في البداية قلت لكم أن الجهاز العصبي المركز يتكون من حاشتين واش هنا اللي هي عبارة عن الدماغ اللي موجود هنا في الأعلى وينك وينك تعال هنا اللي هي عبارة عن شو؟ اللي هي عبارة عن الدماغ هذا هنا هذه هنا تسمى الدماغ وكذلك حاجة ثانية تسمى الحبل الشوكي موجودة في العامود الفقري الحبل الشوكي الحبل الشوكي أو حتى نسميه النخاع الشوكي النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي أو النخاع النخاع الشوكي النخاع الشوقي هذين الاثنين اتهم وش نسميهم نسميهم هذين الاثنين مع بعضهم البعض نسميهم جهاز عصبي عصبي مركزي جهاز عصبي مركزي عين هذه الوايرات اللي تحت هنا هذه اللي هنا وهذه اللي هنا هذه عبارة عن خلايا عصبية بتدرسوها بعدين في الحصة القادمة نسميها خلايا عصبية ما خاصة بالجهاز العصبي المركزي خاصة بجهاز وجهاز عصبي طرفي لأننا لدينا نوعين من الأجهزة جهاز عصبي مركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي وجهاز عصبي طرفي يتكون من الخلايا العصبية وبتدرسله في الحصة القادمة توجد عندنا ثلاث أنواع من الخلايا العصبية نأخذ هذه آخر معلومة عندنا الجهاز العصبي يتكوم من ماذا؟ جهاز عصبي مركزي جهاز عصبي مركزي شوية كده من صغر الخط جهاز عصبي مركزي جهاز عصبي طرفي جهاز عصبي طرفي حلو الجهاز العصبي المركزي يتكون من ماذا؟ يتكون من الدماغ ويتكون من الحبل الشوكي الطرفي من ماذا يتكون؟ يتكون من حاجة التي تساعدني على الحركة الإرادية وفي حاجة حركة لا إرادية كيف يعني حركة إرادية؟ أرفع إيدي بنزلها هذه حركة إيرادية لكن عملية الهضم دقات القلب عملية التنفس حركات لا إيرادية فعندنا هنا عبارة عن الطرفي ينقسم إلى يسمى ذاتي عبارة عن جهاز ذاتي وحاجة ثانية جسمي الذاتي يعني يتحكم بالحركات لا إيرادية الجسم يتحكم بالحركات الإيرادية إلى هنا ننتهي بهذا الحصة صح عندي اللي هو حصة ثانية اليوم في قناة عمان مباشر بكمل على هذا الدرس إذا بغيتوا تزيدوا معلومات تعالوا هناك أنزين بعد شي ثانا وين قائمة الطلاب الطلاب متميزين كان بتنشرهم بيكونوا زيهم جزاكم الله خير كذا يكون خلصت حصتي إن شاء الله في عندي أنا مجموعة من الطلاب أسثواني بس أنادي أسماع من أن يستاهلوا بأمانة عندي نور وليد نور الرمضانية وسامة الريامي سلمة حمد هبل وشاحي محمد الحجري نور الوهيبية مصعب الرحبي هاجر الحجرية ممتازين استمروا على هذا العطاء وفي وحدة اسمها حمدة بعد صح؟ حمدة العبيداني الله يحفظكم يا شباب ويسر أموركم خلوكم دائما كذا متفاعلين مع السلام تفرع الأغصان الموجودة في الأشجار فنسميها شجيرة 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 تفاح رؤوا هذا الشي الكامل الوجي في الأعلى شجيرة العصبية والنواة والشجيرة العصبية و الغشاء الخلوي كل م أوضعها على عقولة واحد منigue الي Bacon شجيرة العصبية والغشاء الخلوي قquesكين يعنيه من 혹ه يسمى الجسم الخلي جسم الخلية جسم الخلية قلنا بأن هناك زوايد من تحت و من تحت الزوايد من فوق الزوايد اللي فوق سميناه شجيرات عصبية اللي تحت يعني أقصد نقومه بلون ثاني اللي هي عبارة عن هاذ اللي موجود هنا اللون بني ما اللي تحت لا هاذ اللي موجوده هنا باللون البني هذه اسمها محور محور أسطواني اللون البني اللي موجود تحت اللي هو زائدة سايتوبلازمية طويلة أطولها تسمى عبارة عن محور أسطواني محور أسطواني الآن هذه اللي تحت أتحت شيء اللي تحت مرة أسفل شيء أتحت شيء أسفل شيء هذه هنا هذه اللي هنا وهذه اللي هنا واش نسميهن؟ هذه في النهاية صح ولا لا؟ في النهاية يعني آخر شيء نسميها نهاية عصبية نهاية عصبية أو حتى لها اسم ثاني تسمى تفرعات طرفية نسميها يا أما نهاية عصبية يا أما تفرعات طرفية تمام شوفوا هذا اللي موجود الحين عندنا اللي تلاحظوا في مثل مربعة محور الأسطواني في مثل الكبر في مثل الحاجة اللي هو مثل الخلايا اللي موجودة على المحور الأسطواني هذه اللي هي اسم حلو جميل جدا بس أنا أطلب شوية من المخرج تساولي زوم إن هنا أبا أفتح شيء لو سمحت نزين شوفوا هنا اللي هو ركزوا معي نزين بفتح لكم حاجة أبغاكم اللي هو تسموها أيوة بس ما أبغى الشاشة أبغى اللي هو شكلي أنا على أساس أني أفتح حاجة في شيء أفتحها للشباب على أساس أنهم يعرفوها فأيوة ممتاز شكراً عشان تشوفوني يا أخي عشان لما أسير أي مكان تعرفوني خلوا حفظوا شكلي نزين لحد ما أفتح هذا البتاع يا بتاع افتح افتح يا سمسم ما علي أسوي له بالطريقة الاعتهادية أطلع لكم شيء توانا أطلع لكم شيء صبروا إذا ما عرفتوا وش أسوي لكم أشوف هي عبارة عن رسوم متحركة قبل كنا نشوفها لا أعرفكم لاحقين عليها أم لا خلني أطلعها هنا ثواني بس أطلع عندنا في الشكل وينها 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 ها لا لا ما هذه بأختار لكم وحدة حلوة أيوة خلنا نشوف وين 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 ثواني بس شكلها وايد حلو وينها 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 أبعا صورة هذة كلهم فيديوهات سلامات آآ ايوة هذه صورة يرى شوفوا الشكل معي الآن نشوفوا الشكل معي هذا اللي في الشكل وش نسميه كان يطلع في رسوم متحركة تعرفوه؟ أيوه عرفتوه يا أخي عجبوني ديلا دائما أتابعهم خاصة هذا وين هذك المشاغب هذو المشاغب اللي في النص هذك الخروف اللي موجود كده وش اسمهم ديلا وش اسمهم ديلا وش اسمهم وش اسمهم راحت عني اسمهم شون دا شيب صح؟ شون دا شيب أيوه شون دا شب تعالوا هنا وش دخل أستاذ هذي؟ بسيطة خلنا نكسف دا شوية شايفين هذي اللي موجودة هنا شوفوا هذي هذك الرسوم مش اسمها شوان دا شب ولا شون دا شب خلنا نسميها شوان خلنا نسميها شوان الحبة الوحدة من هذيلا نسميها شوان 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 نفس اسم الرسوم آه سارقين الرسوم من هنا خلنا نعدلها زيادة عشان ما تخربطوا بينها وبين اللي هو الرسوم المتحركة نسميها خلية شوان اي اوب 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 نسميها خلية خلية شوان خلية شوان خلية شوان هذه المربعات الصغيرون اللي موجودة اللي هو كده فوق بعضها البعض نسميها خلية شوان عيل هذيك النقطة اللي موجودة داخل واش بنسميها هذه النقطة اذا هذي كانت خلية شوان والله هنكم ممتازين اسمها نوات خلية شوان نوات خلية شوان شوان ذاشب ما تصير تكتبوا شوان ذاشب تواهقوني في الاختبار النهائي سلامات هي بس ما اسمها شوان هذه اسمها شوان انزين في فراغات لو تلاحظوا ها خلنا سوف يزوم ان في فراغات ما بين خلية شوان وخلية شوان اخرى يوجد فراغ صح يوجد كده اللي هو فواصل هذه الفواصل عبارة عن شو هذه الفواصل نسميها عقد ران فيه عقد ران فيه وين هذا الفواصل هذا الفاصل اللي موجود هنا أو هذا الفاصل اللي موجود هنا نسميها عقد عقد ران فيه زيد الياء يا أستاذ ران فيه زيد الرئيس فيه ياتين ما ران فيه ران فيه عبد ران فيه انتوا فاهمين ولا ياسين انضحكوا والله تراني اشرح بالاختبار يمكن تجيكم ما عرفه عقد ران فيه عقد ران فيه بس هذه هنا فأستاذ ما قاف خيبه وكيف الفأ عوده عشان تحفظوها يعني عقد ران فيه الفراغات اللي موجودة هنا تسمى عقد ران فيه عقد ران فيه تعرفوا هذا بوش يذكرني وجود المحور الأسطواني ووجود خلايا شوان يذكرني بوش يذكرني بوش يذكرني بالوايرات هذه اللونها أبيض هذه الوايرات لما يكون فيها عندنا انه هو تيوب ليت في البيت مثلا ولا حتى مالمحول هذا المحول اللي يسموه مشترك ومادري شو تسموه المحول ذي فيه كذا واير أبيض لا ولما تقطعه اللي يكون فيه داخله أسلاك يكون فيه واير ثاني بعد واير أحمر وأزرق ومادري شو كذا هذه الألوان الموجودة فيه ثلاث ألوان أو ثلاث وايرات هذاك الغلاف الخارجي الغلاف الخارجي وش يسوه للذعلاك الأسلاك أو وش يسوه للوايرات اللي داخل يجمعها مع بعض صح والله يعزلهم عن البيئة المحيطة يعزلهم عن البيئة المحيطة هذاك الغلاف موجود أيضا هنا وش اسمه ما اسمه غلاف اللي هو مع الوايرات سلامات ما غلافوايرات �مش اسمه غلاف مايليني غلاف غلاف ميليني وتعرفوا لونا لون ابيض بعد غلاف مايليني وابعد لونا مر يعني معناه الذي تصار إختراع انه تاثاcolo الواير ذاكه حicion من هنا والله هذه الخللية هاجة العصبية كل شي نقلون منها سوفوا رسومه على اسمها وبعدها سووا غلاف مائليني اللي هو لونه أبيض إنسان هذا الغلاف المائليني من وش متكون هذه خلايا شوان شوفوا خلية شوان اللي موجودة فوق وخلية شوان اللي موجودة تحت وهذه وهذه عقول ذربيعنا ذا كل ويتهم كل ويتهم وش نسميهن نسميهن غلاف مائليني يعني معناه خلايا شوان هي اللي تكون غلاف مائليني خلايا شوان هي اللي تكون غلاف مائليني إنسان استعد خبصت أبو الرسمة استاذ أنت خبصتها خباص نرجع أرجع أكنسل هذا تعال هنا لو سمحت شوفوا الحين أبغاكم اللي هو تلاحظوا الإشارات هذه اللي تمشي شوفوا الإشارات خلنا نتبع وين شردت 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 تعالي هي هي زخوة زخوة شوفوا من وين تشرق من وين تمشي تمشي من جسم الخلية لين التفرع للنهاية شوف من جسم الخلية لين التفرع تعالي أنت لا تصيري عني تعالي تتحرك في اتجاه واحد بس دائما تتحرك من المكان اللي فيه نواه إلى المكان اللي فيه نهاية عصبية اللي هي عبارة من الجسم الخلية إلى التفرعات الطرفية من جسم الخلية إلى التفرعات الطرفية أو اللي سميناها نهاية عصبية يعني معناه دائما هذه الشرارة اللي موجودة هنا اللي أنا وش سميتها اللي سميتها المعلومات اللي أنت استقبلتها أو عبارة عن المعلومات اللي أعطاك الدماء عشان تتحول إلى استجابه دائما تمشي في اتجاه واحد بس وش هو هذا الاتجاه؟ دائما تمشي من المكان اللي فيه الشجيرات إلى المكان اللي فيه النهاية يعني معناه تمشي في اتجاه واحد من جسم الخلية إلى ما يسمى نهاية النهاية العصبية حتى لو هذا لاحظتم هنا في الرسمة خلنا نسوي كذا سهم الحين يعني معناه وش بيكون؟ بيكون اتجاهنا كالتالي بيكون الاتجاه من فوق لين تحت رونج سيد ماشي هذا الشارع سيد واحد بس من وين؟ دائما يكون من فوق إلى تحت يعني معناه الحين إذا جاتني من فوق لين تحت يعني معناه من اللي يستقبل الإشارات ويحولها إلى معلومات أو ما تسمى إشارة كهربائية إشارة كهربائية لش منها توني؟ اللي بغيتها زخها تم تشرد عني تسمى إشارة كهربائية اللي هي عبارة عن معلومات اللي هي عبارة عن المعلومات وقد تكون معلومات طالعة من عضو الإحساس إلى الدماغ مثلاً أو الجهاز العصبي المركزي أو إنها طالعة من الدماغ ورايحة لعضو الاستجابة هذه تسمى إشارات عصبية أو تسمى سيال عصبي يا الله ما أخربتكم اسمها وش؟ اسمها سيال عصبي السيال العصبي ينتقل من وين للوين؟ ينتقل من جسم الخلية إلى التفرعات الطرفية من جسم الخلية إلى التفرعات الطرفية عين من اللي جمع هذه المعلومات؟ من اللي دخلهم داخل الخلية العصبية؟ من اللي دخل هذه المعلومات داخل جسم الخلية؟ اللي دخلهم؟ اللي هو عبارة عن الشجيرة العصبية عشان كذا تلاحظوها متفرعة مثل الجذور عشان وش؟ عشان تستقبل أي معلومة خارجية أي منبه خارجي على أساس أنه بعدين نعطيه الاستجابة المناسبة إذا من اللي يكون الإشارة العصبية؟ أو من اللي يستقبل المعلومات الخارجية اللي هي ما تسمى بالشجيرة العصبية؟ يعني الشجيرة العصبية وظيفتها استقبال استقبال المنبهات وش إن هذه المنبهات؟ يعني هي عبارة عن الضوء مثلا لما تشوفه هذا منبه الصوت لما تسمعه هذا منبه من اللي يستقبله؟ تستقبله الشجيرة العصبية إن زيل لما يدخل داخل الشجيرة العصبية نغير اسمه من منبه إلى ماذا؟ من منبه إلى حاجة تسمى سيال عصبي سيال عصبي يعني أقدر أنا أفسر السيال العصبي على أساس أنه ماذا؟ أقدر أقول أن السيال العصبي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن إشارة إشارة كهربائية إشارة كهربائية وين تمر وين تمشي هذه الإشارة الكهربائية وين تمشي تمشي داخل خلية العصبية صح ولا لا لأن لو كانت في الخارج ما بنسميها إشارة عصبية ما بنسميها سياء العصبي نسميها سياء العصبي لما تدخل داخل خلية العصبية من اللي يدخلها داخل خلية العصبية اللي يدخلها داخل خلية العصبية الشجيرات العصبية يا أخي أنتوا ما ممتازين أنتم منتازين بالنون بعد مرة يعني هذه أقوى درجات الامتياز منتازين إشارة عصبية تعبر تعبر في الخالية العصبية حلو نسميها أيضا سيال عصبي سيال عصبي أو نبض عصبي نبض عصبي المهم خلينا نتركز على سيال عصبي نسير نشوف شيء ثاني الحين تعال هنا شوف هذين الأخوات الصغيرونات الحلوات اللي جالسات عدالي بعضها البعض لونتهم بلونين مختلفات اللي هو عبارة عن وش اللون اللي شفناه فوق اللي هو تعودنا عليه جسم الخلية في الأعلى هذا جسم الخلية في الأعلى هذا هنا وش سميناه هنا هذا سميناه في الأعلى اللي هو عبارة عن جسم الخلية صح وهذا اللي هنا على الطول الامتداد كامل سميناه المحور الأسطواني المحور الأسطواني تمام وهذا اللي تحت اللي هنا سميناها ماذا؟ نهاية نهاية عصبية احنا قلنا اتجاه السيارة العصبي بيكون من وين لوين؟ بيكون كذا من ثم كذا من ثم كذا صح ولا لا؟ يعني معناه المحور الاصطواني واش سوى لنا؟ ساعد على عملية ايصال هذه الاشارة الكهربائية اللي سميناها سيارة عصبي من وين؟ من جسم الخلية الى نهاية العصبية او التفرعات الطرفية تمام الحين واش اللي بيصير؟ لازم تنتقل هذه الاشارة العصبية او هذا السيارة العصبي من الخلية الاولى اللي موجودة فوق بسميها هذه الخلية رقم واحد الى الخلية رقم اثنين بس لو تلاحظوا ما متلامسات شوفوا؟ ما متلامسات ما ملامسات بعضهن البعض شوية بعيدات عن بعضهن البعض بعيدات عن بعضهن البعض ما يتلامسن لان احنا واش عندنا؟ عندنا خلايا عصبية عديدة ملايين من الخلايا العصبية اللي موجودة جن بعضها البعض يعني معناه لما نبننقل معلومة مثلا من العين إلى الدماغ هل هذه الخلية العصبية برجولات تحت تجلس تمشي تجلس تمشي ما بيتمشي وقفة مكانها ثابتة مكانها ما تمشي عبدا من اللي يتحرك داخلها يتحرك بداخلها ما يسمى ب